بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم كل عام وانتو بخير النهاردة يا حبيب قلبي الفيديو بتاعنا عن البطيخ وازاي تعرف البطيخة الحلوة وتجي بيها ازاي من غير محد يتحك عليكي ومن غير مراجن بتاع البطيخ أو الست اللي بتبيع البطيخ تدهلك وتقول لك جميلة وتروح البيت تلاقيها أرعى تمام؟ فأول حاجة كده والمميزات بتاعتنا إن البطيخة بتاعتك تكون على شكل دائري تمام؟ نراعي إن يكون فيها الحتة الصفرة دي الحتة الصفرة دي دليل إن البطيخة بتاعت مية مية نجيب كمان العلامات اللي بتبقى موجودة في البطيخة دي زي ما انتو شايفين كده العلامات دي برضو مش شروخ يعني مش خبطات ولا حاجة ده هي في البطيخة كده ذات نفسها تمام؟ تعالوا بقى نقول على أهم حاجة كمان أو أهم حاجتين كمان بيميزوا البطيخة الحتة دي شايفين؟ طبعا كلنا عارفين الموضوع ده ولو كانت الحتة دي مش نشفة وخضرة نعرف إن البطيخة بتاعتنا مش كويسة شايفين؟ يا رب تكون واضحة فلما تكون الحتة دي نشفة كده زي ما انتو شايفين جامد ولما كده على بعضها يبقى بطيخة تمام وحلوة جدا تعالوا بقى الأهم حاجة كمان من الحاجات المهمة جدا رنة البطيخة طيب أنا واحدة من الناس يعني ما عرفش إن أنا حاولت كتير وبرضو ما بعرفش رنة البطيخة دي يعني إيه بترن؟ لحد ما واحدة قربت حبيبتي ربنا يديها الصحة قالت لي أنت تعرفها بسهولة خالص يا مو زياد رنة البطيخة زي رنة الخشب وزي رنة الحديد البطيخة الحلوة لو خبطت عليها كده ترن معاك زي ما بتخبطي على الخشب أما البطيخة بتاعتك لو وحشة هتبقى عاملة زي ما تكوني بتخبطي على حديد فمكتومة فحبايا بقلبي عايزة تعرف البطيخة حلوة ولا لا خبطي كده بصوابعك كده مش بإيدك بقى وتعود تسقط قلب البطيخة لا كده سمعين؟ كده البطيخة بترن معاك تبقى البطيخة تمام تعالوا بقى نشوف الابليكيشن بتاعنا اللي يعني عامل ضجة على السوشال ميديا وبيقولوا إن الابليكيشن ده بيعرف البطيخة الحلوة من الوحشة طيب أنا نقيت البطيخة بتاعته هيت وتمام وجبت كل المواصفات وكل الحاجات اللي تدل إن البطيخة بتاعته كويس تعالوا بقى نشوف كده الابليكيشن ده حقيقي وبيطلع البطيخة حلوة ولا لا؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ده الابليكيشن يا جماعة بنزله من على المتجر بلاي تعالوا بقى نشوف آآ إزاي بنفحص البطيخة بتاعتنا جري تحليل الصوت بالفيديو البطيخة جيدة تمام؟ بعض بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ بقى إن إحنا نقسمها كده نصين أنا هقسمها نصين كده بالسكينة ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره ونقول ما شاء الله الله أكبر مفيش أحلى ولا أجمل من كده شايفين ما شاء الله الحمار والترميلة جميلة جدا جدا عايز أقول لكم إن هي كانت مسكرة لدرجة إن سكرها زيادة جدا جدا هي كان عندنا بس الجزئية الحتة دي الصغيرة دي شلتها طلحتها اللي انت شفتوها دي وهبدأ بقى إن أنا إيه أطلع لكم كطعة منها كده علشان تشوفوها مرملة جدا جدا ما شاء الله الله أكبر وأقدر أدي للأبليكيشن كده تسعين في المية عايزكم تشوفو كده إن ده هتدي للأبليكيشن كم في المية وهل هتعتمدوا عليه ولا لا زي ما انتوا شايفين الترميلة تعالوا بقى نشوف البطيخة التانية اللي هي مختلفة تماما خالص عندها لهم دورة زي ما انتوا شايفين كده يعني حتة طلع وحتة نازلة وكمان دي خضرة خالص أهيت مش ناشفة زي التانية شايفين وطلعها بالسكينة أهيت بتطلع معايا بسهولة جدا تعالوا بقى نكسرها كده مع بعض ونشوف النتيجة طبعا هنجيب بتاعنا الأول ونبدأ إن إحنا برضو نعمل نفس الخطوات وطبعا في بداية هو بيقولك إنك تختاري البطيخة التقيلة تختاري على شكل دائري اللي فيها العلامة الصفرة دي من مميزات البطيخة الكويسة هنبدأ برضو نحن نحط التليفون على البطيخة ونبدأ إن إحنا نغبط التلات خبطات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده ونستنى طبعا الأبليكيشن يقول لنا هي ظروفها إيه بالزبط فهو هنا طلع لي وقلن البطيخة متوسطة تمام هنسمي الله برضو بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ إن إحنا نكسر البطيخة بتاعتنا ونشوفها من جوه عاملة زي تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر أهيت زي ما انتوا شايفين هي يعني مش حمر قوي وكمان لما دقتها حستها إن هي يعني مش مسكرة قوي زي التانية شايفين فهو إداها يعني إن هي بطيخة متوسطة لها حلوة ولها وحشة هي فعلا حمرها مش وحش وبردو السكر بتاعها مش وحش هي فعلا متوسطة بجد والله يا جماعة مش بكذب عليكم خالص فأنا هدي للأبليكيشن ده 90% من وجهة نظري تعتمدي عليها مزياد أو ممكن أعتمد عليه في شير البطيخ وأخذ تليفوني معي السوق وشغل الأبليكيشن ونقل البطيخة بتاعتي إنتوا إيه رأيكم هدي اعتمدوا عليه ولا لأ يريد تسيبولي في التعليقات وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله